اشتركوا في القناة لا تحرص على الحضور لفلان بعينه دون الاخرين ما دام هذا العالم او الشيخ يسمعك عن الله وعن رسول الله قولا صحيحا عن الصادق احرص على مجالس العلم ففيها يتجدد ايمانك وفيها يزداد يقينك وفيها يزول الجهل ويتحقق العلم للجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل النشور نشوره وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشوره فأحرص على ان تتعلم عن الله احرص على ان تتعلم عن رسول الله فمحال ان يكون حال الايمان في قلبك الان وقد جلست قبل الظهر بساعة وصليت تحية المسجد وجلست تقرأ القرآن وجلست تستغفر الله وتذكر الله وصليت الظهر في جماعة ثم جلست مفرغا قلبك وعقلك لمجلس العلم لتسمع عن الله وعن رسوله محال يا احبابي ان يكون حال الايمان في قلبك الان كحال الايمان في قلبك وانت امام التلفاز وانت امام فيلم او مباراة او مسلسل من المسلسلات او في مجلس او في مقهى او في اي مكان اخر فالايمان يتجدد في بيئة الطاعة وفي بيئة الايمان وبامتثال امر الرحيم الرحمن وطاعة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله